بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرع المرسلين نواصل اليوم شابتر 3 نشوف المقطع الثاني نشوفه Thermal Resistance Network Multi-Layer Plain Wall نشوف Generalized Thermal Resistance Network لاحظ هنا عندنا Wall وهنا عندنا Confection في H1 هنا وهنا عندنا Confection ثاني المعامل تبعه H2 طب هنا الـ Q-Dots اللي مره من هذه الناحية للناحية ايش تساوي؟ تساوي الفرق ما بين أول درجة حرارة عندنا تنفيني T1 منص T2 على ايش؟ على الـ R Total طب الـ R Total تبعهم ايش تساوي؟ تساوي لاحظ ما بين T1 و T1 هذا في Confection في R Confection 1 اللي هو واحد على H1 هنا عندنا H1 بعدين نيجي ما بين T1 و T2 ايش اللي موجود؟ موجود Wall إذن هو Conduction الـ R تبع الـ Wall Conduction اللي هو الـ L على K-A الـ L اللي هي سماكة هذا الـ Wall وبعدين ما بين T2 و T- Infinity 2 هذا اللي هو الـ R Confection 2 اللي هو واحد على H2 A لكن لاحظ هنا الـ Q-Dot هذي هي نفسها اللي تمر من الـ Confection من ناحية هذه الى الـ Confection من ناحية الثانية إذن لاحظ هي نفسها تساوي ما بين T1 و T2 و T- Infinity 1 هذه اللي هم R Confection تبعهم اللي هو هذه اللي هي واحد على H1 A وتساوي نفسها تساوي الـ Q-Dot هذي نفسها تساوي ايش؟ ما بين T1 و T2 ما بين T1 و T2 لكن الـ R ايش هي؟ هي الـ R Wall تبعهم الـ Wall هذي اللي هي جمناه هنا و نفس الشيء ما بين T2 و T- Infinity 2 T2 و T- Infinity 2 و T- Infinity 2 لها المقاومة تبعها لها تبعها و تبعها تبعها يتبعها تبعها تبعها لاحظ هذا هو الـ Delta T صح؟ دائما الـ Q-Dot تساوي Delta T على R total نضع الـ R total هنا نضع الـ Q-Dot هنا ايش يصير؟ يصير في تناسب ما بين Delta T و R في بعض الأحيان نعمل أنالوجي و نجيب لما يكون عندنا نتورك نجيب اللي هو اللي هو اللي هو الـ U هذه الـ U اللي هو Overall Head Transfer Efficient لاحظ أعدنا كتابة اللي هو قانون نيوتن للتبريد فصارت عندي U-A Delta T طب نحن من شوية قلنا أنه الـ Q-Dot تساوي Delta T على الـ R صح؟ إذن Q-Dot تساوي Delta T على الـ R إذن ايش علاقة U-A بالـ R علاقة أكسية إذن U-A هذه تساوي واحد على الـ R قلنا هنا أنه فيه هذا التناسب لاحظ هنا كلما كانت المقاومة الموجودة عندي هنا لأن تتناسب مع الفرق في درجة الحرارة تتناسب مع الفرق في درجة الحرارة هنا وهنا تتناسب معه Multi-Layer Plane Wall أما يكون عندنا أكثر من layer لاحظ عندي هنا Wall 1 Wall 1 جدار 1 جدار 2 وهنا عندي Convection لـ H1 وهنا عندي Convection لـ H2 طب الـ Q-Dot H تساوي تساوي قلنا ما بين T-Enfinity 1 إلى T-Enfinity 2 من T-Enfinity 1 من T-Enfinity 2 على الـ R Total هنا الـ R Total اللي هي إيش؟ اللي هي مجموع كل هذه الـ Resistance طبعا هنا Convection هذه Convection هنا Conduction 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 Convection و Convection عندما تكون الـ Q هذه معروفة الـ Q الذي تمر هذا الجدار معروفة فممكن تعرف الـ Temperature عند أي واحد من الأسطح الموجودة عندك أي واحد من السيرفاس الموجودة مثلا عند T1 أو عند T2 أو عند T3 كيف؟ أنا عارف الـ Q و Q-Dot معروفة لكن لاحظ هنا 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 عند R من I إلى G شتعني I و G معناها إذا ودك تجيب من T1 إلى T2 فأنت ستأخذ R1 إذا ودك من T2 إلى T1 فأنت ستأخذ R2 كل الفرق في درجة الحرارة تأخذ المقاومة التي هي فيما بينهم أوكي فرضاً معروفة عندي T1 و T2 وأنا ما معروفين عندي التي هي درجات الحرارة 1 و 2 و 3 كيف أجيبهم؟ Q-Dot معروفة أذهب أجيب ما بين T1 و T2 T1 و T1 T1 و T1 ما بين T1 مقاومة الموجودة هي R-Confection 1 لو أدك تجيب T2 لكن أنا أعرف بس T-Ainfinity 1 أجيب ما بين T-Ainfinity 1 و T2 T-Ainfinity 1 و T2 ما بين T2؟ موجود فيه ال Confection هنا و موجود فيه ال Conduction هنا إذا أقول R-Confection 1 زائد R1 نفس الشيء بالنسبة لو أدك تجيب T2 لاحظ ما بين T3 و Tn2 T3 و Tn2 The R Confection 2 هي الموجودة عندنا هل نري بشكل كامل ثم نحن نغير بشكل كامل لاحظ هنا تحديد 2 الخلف لكن لا يمكنهم الان هنا تحديد متوازين يمكنهم الان تحديد ما سيحدث لاحظ هنا كمية الحرارة اللي ودى توصل من هنا جزء منها ودى يمر من هنا وجزء منها ودى يمر من هنا كمية الحرارة اللي وصل الجزء منها ودى يمر من Q1 and Q2 اوكي؟ اللي مر من هنا ايش يساوي؟ يساوي الفرق ما بقى T2 على T1 T2 T1 T2 على R1 صح؟ والثانية T2 نفسها ميناس T1 على R2 استخرج لي عام المشترك اللي هي T1 ميناس T2 ايش يبقى عندي؟ 1 على R1 زايد 1 على R2 لاحظ نحن قلنا كمية الحرارة جزء من هنا جزء من هنا جزء من هنا جزء من هنا إذن هنا هذه الريزيستانس موصلة بالتوالي بالتوازي مثل ما هو موجود عندك في الكهرباء أصلاً إذن هنا ناخذ 1 على R1 زايد 1 على R2 اوكي؟ مما تجمعهم طبعاً اللي هما هذو هما R total الر total هتعطيك R1 R2 على R1 plus R2 لاحظ هنا في عندنا نتورك أكثر تعقد يعني هذان الموصلين على التوازي خلاص إذن هذان الموصلين على التوازي نتيجة الموصلين جبناها سلايد الماضي طبعاً هذان الموصلين على التوازي بعدين هذا اللي هو الكي 3 الكي 3 نعطيها R3 R3 تبعه إيش هي هي L3 على كي تبعه على الأريا وبعدين في الناحية الثانية هذه هنا في Confection لاحظ هنا ما في Confection هنا في عندي Confection ولذلك لازم حط مقاومة تبعه R Confection اللي هي R اللي هي 1 على L1 على 1 على H A S حسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته